اهلا بكم من جديد في موجز الترانز من تلفزيون اليوم السابع لآخر وأهم الأخبار اللي تصدر في مؤشرات البحث ومواقع السوشيال ميديا ونروح للتفاصيل الخبر الأول معنا النهاردة واللي تصدر أخبار العالم العربي وهو خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتولي الشيخ نواف الجابر الصباح أميراً للكويت كمان أعلنت الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوم وأغلقت الدوائر الرسمية لمدة ثلاث أيام اعتباراً من النهاردة فزناً على وفاة أمير الكويت اللي رحل عن عالمنا ظهر اليوم عن عمر 91 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه وفي نفس السياق ومن جانبه نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفاة المخفول له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأعرب الرئيس عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسابه الشخصي فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها ونروح لتراند تالت تراند تالت معنا النهاردة هو بيان المنتج محسن جابر رداً على المجلس الأعلى للإعلام اللي حذر من إذاعة أغاني أم كلثوم بدون موافقة شركة صوت القاهرة وأكد المنتج محسن جابر أن أغاني أم كلثوم ملكه بالقانون وقال أنه بيقدر وبيحترم الأستاذ كرم جابر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وبيتمنى أنه يحقق في هذا الموضوع وأوضح أنه على أتم الاستعداد للطلاع على كل هذه المستندات والتراند الرابع معنا النهاردة عن النجمة الكبيرة ليلة علوي اللي دايماً بتخطف الأنظار بمجرد ما بتنزل أي صورة جديدة لها بإطلالتها المميزة ليلة علوي كشفت عن إطلالة جذابة جديدة لقيت عجب كتير من رواد السوشيال ميديا ظهرت فيها بشكل ملائكي بفستان أبيض وسط الطبيعة وقالت المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها شكروا ربنا التراند الأخير معنا النهاردة تراند رياضي ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيها على حسابه الرسمي في فيسبوك إنفو جراف كشف من خلاله عن الأندية الأكتر مشاركة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية وكان النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 12 مرة بالتساوي مع العملاق الأسفاني ريال مدريد وكان الرقم القياسي لعدد المشاركات لنادي أوتلاند سيتي النيوزيلاندي برصيد 15 مرة وبكده نكون وصلنا لنهاية موجز الترانز من تلفزيون اليوم السابع عدوا لحضراتكم محمد الحناوي وقدمت لكم شروق أجدي واستنونا في متابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم